تبدل الدولة جهودا كبيرة لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية من خلال توظيف التكنولوجيا لزيادة الانتاج الزراعي مع الحد من اهدار المحاصيل مثل القمح عن طريق الحافظ على منظومة الصوامع ومواصلة بناء صوامع جديدة وتقوم الحكومة بصرف حوافز اضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح هذا فضلا عن استكمال البرنامج الوطني لانتاج تقاوى محاصيل الخضر محليا بدلا من الاستيراد زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية هدف تعمل عليه الحكومة الجديدة ويمثل ملفا أساسيا على أجندة أعمالها لما له من أهمية في حماية الأمن القومي الداخلي وتمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي لذلك وضعت الحكومة ضمن برنامجها هذا الهدف على صدارة الأولويات كذلك يمثل الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح هدفا أساسيا كما تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية فيما يخص الفلاحين والمزارعين تولي الحكومة أهمية كبيرة لصرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة كذلك تتوسع الحكومة في استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح وفي هذا الإطار أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بتحسين مناخي الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين بقطاع الزراع والأنشطة المرتبطة به ورفع الأصول غير المستغلة أو المستغلة ملف آخر لإنجاز هذه الأهداف في مجال المحاصيل الزراعية هو البحث العلمي التطبيقي الذي يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه وزيادة الانتاجية حيث تم وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية كما تم تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات فضلاً عن تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية